بسم الله الرحمن الرحيم مدرسة الاندرس الابتدائية الخاصة للبنين قسم العلوم العامة يرحب طلاب الصف السادس العزاء سوف أقدم لكم أحبتي مراجعة عامة لاختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني نبدأ أحبتي في الوحدة الرابعة تأثيرات القوى الدرس الأول مع قوة التلامس وقوة تأثير عن بعض الأول يقول أي القوة الآتية تصنف من قوة التلامس؟ الإجابة أحبتي هي قوة الاحتكاك وكما نعلم أن قوة الاحتكاك تنشأ بين جسمين متلامسين إحدهما متحرك بالنسبة إلى الآخر إذن يوجد هناك لمس وهي تصنف من قوة التلامس سؤال الثاني أي القوة الآتية تصنف من قوة التأثير عن البعض؟ قوة الدفع، قوة السحب، قوة مقاومة الهواء، قوة الجاذبية الأرضية الإجابة الصحيحة هي قوة الجاذبية الأرضية حيث تؤثر على الجسم قبل لمسه فتحركه قبل أن تلمس أو يتم اللمس بين الجسم والسطح الأرض ننتقل إلى السؤال الثالث ما الوصف الصحيح لنوع القوة كما هو واضح في الصورة المجاورة؟ نلاحظ في الصورة المجاورة أن هناك مالاطيس ومسامير نلاحظ أن المالاطيس قام بجذب المسامير المصنوعة من الحديد إذن هذه قوة مالاطيسية ولكن هل هنا تأثير عن بعض أم تلمس؟ هو تأثير عن بعض إذن القوة المالاطيسية هي قوة تأثير عن بعض أكمل الجدول التالي بما هو مناسب الحالة استخدام خيط لسحب كتاب اسم القوة المؤثرة هي قوة سحب وقوة السحب نعلم أنها قوة تلامس أما عن السقر الذي يطير باندفاع فأنه يطير في الهواء وجسئات الهواء تحتك في جسم الطائر إذن هي قوة تلامس سفينة تتحرك في البحر احتكاك الماء في جسم السفينة نسميه مقاومة ماء ونوع القوة المؤثرة هي قوة تلامس أما بالنسبة لبرادة الحديد التي تتحرك باتجاه المالاطيس نحن نعلم أن المالاطيس لديه قوة مالاطيسية فيجد برادة الحديد باتجاهه وهو قوة تأثير عن بعض من جذاب ماء صنبور إلى مشط مشحون بالكهرباء هي قوة كهرباء ساكنة وهي قوة تأثير عن بعض أما إفلات قلم الرصاص باتجاه الأرض فأنه يتأثر في الجاذبية الأرضية وهي قوة نسميها قوة جذب الأرض أو الجاذبية الأرضية وهي قوة تأثير عن بعض ننتقل إلى الدرس الثاني ما تأثير قوة الجاذبية في الأجسام أي الجمل التالي صحيحة فيما يتعلق بتأثير قوة الجاذبية في الأجسام الجملة الصحيحة هي تؤثر في جميع الأجسام بقوة نفسها ما الوصول سعيل حركة جسمين A و B دعونا نلاحظ الصورة أن A و B لديهم نفس الارتفاع فهما يسقطان من نفس الارتفاع نلاحظ أن دعونا المادة A و المادة B مصنوعات من نفس المادة وهي عبارة عن معجوم إذن من سيصل أولا؟ A and P الإجابة يتحرك A و B نحول الأرض ويسلان معا لأن هذه أجسام ثقيلة ولا تتأثر بمقاومة الهواء أي مما يأتي يبقى في المدار حول الأرض بتأثير قوة الجاذبية الأرضية؟ النجوم منطاط طائر طائرة شرعية قمر صناعي للاتصالات القمر الصناعي للاتصالات هو الذي يدور في مدار ثابت ومسار ثابت حول الأرض ويتأثر بقوة الجاذبية الأرضية وتكون متساوية أو مساوية لقوة دفعه إلى الأمام ما رمز المظلة في الشكل مجاور التي تسارغ وقتاً أطول لكي تسقط على الأرض؟ نلاحظ أن المساحة السطحية للمظلة ألف أكبر من المساحة السطحية المظلة إذن التي تتأثر بمقاومة الهواء أكثر هي ألف وبالتالي تسارغ وقتاً أطول وتنزل ببطء حتى تصل سطح الأرض إذن إجابة هي ألف ألف تؤثر قوة الجاذبية في الأجسام المختلفة بطرائق مختلفة أجمع الأسئلة التالية ما نوع المقاومة التي تواجهها كلتا المظلتين أثناء الحركة نحو الأرض؟ نلاحظ أن المقاومة هي هو مقاومة الهواء أما المظلة تحتاجة في جزيمات أو جزياءة الهواء وفي التالي هي مقاومة الهواء هل القوة المقاومة التي تواجه المظلتين تلامس أم تأثير عن بعض؟ نلاحظ أن مقاومة الهواء هي عبارة عن احتكاك للهواء في المضلة والتالي هي قوة ترامس ننتقل إلى الدرس الثالث ما الفرق بين الكتلة والوزن؟ هذه المفردات تعبر عن مقدار ما يحتويه الجسم من المادة مقدار ما يحتويه الجسم من المادة هو مصطلح يطلق على الكتلة والكتلة هي عبارة عن مقدار ما يحتويه الجسم من أي مادة وتقاس بالكيلو جرام أو لجرام ما الجهاز مستخدم في قياس الوزن؟ عندما نريد أن نقيس وزن جسم ما نستخدم جهاز أو أداة تسمى من قياس القوة ما وحدث في قياس الوزن؟ الوحدة المستخدمة في قياس الوزن هي نيوتن ونرمز لها بالرمز M لدينا هنا أحبة سؤال مقارنة قارن من الكتلة والوزن؟ نبدأ بالكتلة المفهوم هو مقدار ما يحويه الجسم من المادة أما بالنسبة للوزن مفهوم هو مقدار قوة جذب الأرض للجسم أما بالنسبة للأعدات القياس أو الجهاز المستخدم في قياس الكتلة فهو الميزان أما الوزن هو مقياس القوة وحدث قياس الكتلة هي أما الجرام يرمز لها بالرمز G أو الكيلوغرام يرمز لها بالرمز KG أما بالنسبة للوزن فهو نيوتن ويرمز له بالرمز N أحسب وزن جسم إذا كانت كتلتها 20 كيلوغرام أولاً لابد لنا أن نكتب العلاقة الرياضية ثم نطبق العلاقة الرياضية في الحل والجزء الثالث نكتب الناتج نلاحظ هنا أن الوزن العلاقة الرياضية الوزن يساوي الكتلة ضرب 10 و10 هو مقدار ثابت لا يتغير الوزن يساوي 20 قيمة الكتلة هنا 20 إذن نعوض مكان الكتلة 20 مضروب في القيمة الثابتة 10 20 ضرب 10 يساوي 200 نيوتن وهذا هو وزن الجسم الذي كتلته 20 كيلوغرام ننتقل للدرس الرابع كيف تختلف قوة الجاذبية اختلاف الكواكب أي من الكواكب التالية له قوة جاذبية أعلى؟ نحن نعلم أن المشتري له أعلى قوة جاذبية بسبب كبر حجمه ومقدار قطره الكبير أي من الكواكب التالية له قوة جاذبية أقل؟ نلاحظ أن هنا المشتري أورانوس نيبتون عطارت أقل كوكب له قوة جاذبية بين هذه الكواكب هو عطارت ولكن عطارت ليس الأقل في قوة الجاذبية هناك كوكب المريخ أقل منه لكن الإجابة هنا عطارت أي كوكب سيسقط الجسم بأعلى سرعة؟ لحظة أحبتي أن الكوكب سيسقط بأعلى سرعة على الكوكب الأعلى جاذبية من هو الكوكب الأعلى جاذبية هنا؟ إنه المشتري إن قوة الجاذبية على القمر أصغر من قوة الجاذبية على الأرض ماذا يحدث لوزن رائد فضاء عندما يسافر من سطح الأرض إلى سطح القمر؟ عندما يسافر رائد الفضاء من سطح الأرض إلى سطح القمر سوف يقل وزنه لماذا؟ لأن القمر يقل قوة جاذبية تطوع الأرض بست مرات وبالتالي هنا سوف يتناقص وزنه لأن جاذبية القمر أقل من جاذبية الأرض أي من الجمل الآتية تصف جاذبية كواكب النظام الشمسي وصفا صحيحة؟ قوة الجاذبية على الكواكب في النظام الشمسي هي نفسها؟ أكيد لا قوة جاذبية الأرض أقوى من قوة جاذبية جميع الكواكب؟ أيضا لا قوة جاذبية تختلف من كوكب إلى آخر؟ نعم إذن الإجابة هذه قوة الجاذبية تختلف من كوكب إلى آخر في النظام الشمسي تبلغ كتلة شخص على كوكب الأرض 60 كيلوغرام أولا كتلة شخص على كوكب نبتون نحن نعلم أن كتلة الشخص لا تتغير في أي مكان مهما انتقلنا إلى أي مكان لا تتغير إذن كتلة ثابتة إذن الإجابة سوف تكون 60 كيلوغرام وزن الشخص على الأرض نلاحظ أن وزن الشخص على الأرض كيف نحسبه بداية نكتب العلاقة الرياضية الوزن يساوي الكتلة ضرب 10 الوزن يساوي 60 ضرب 10 60 كيلوغرام هي كتلة الشخص نعوضها بدلا من الكتلة 60 نعوضها بدلا من الكتلة هنا 60 ضرب 10 60 ضرب 10 يساوي 600 نيوتون درس الخامس كيف نستطيع تمثيل القوة المؤثرة في الجسم أو في الإجسام الساكنة والمتحركة لدينا هذا السؤال ما الوصف الصحيح لحركة الجسم في الشكل المجاور هذا الجسم يتأثر بقوة قوة إلى اليمين 30 نيوتون وقوة إلى الإيسار 10 نيوتون لابد للجسم أن يتحرك باتجاه القوة الأكبر والتي نلاحظها في طول السهم لاحظ أن هذا السهم أطول من هذا السهم فبالتالي هو يتحرك إلى اليمين بقوة مقدارة 30 إذن الجسم يتحرك إلى أو اتجاه اليمين من خلال مشاهدة الصورة الآتية محمد يتأثر أو يؤثر في الحبل بقوة 60 نيوتون صالح نلاحظ أن طول السهم أقل من طول السهم الذي يؤثر فيه محمد إذن يجب أن يكون المقدار أقل من قيمة 60 نيوتون كم تساوي قوة صالح؟ إذن قوة صالح يجب أن تكون أقل من 60 نبحث عن القيمة الأقل من 60 لاحظ أن هنا القيمة 30 هي أقل من 60 أدرس الشكل الثالث ثم أجمع الأسئلة ما نوع القوة التي تؤثر على السيارة؟ القوة 1، القوة 2، القوة 3، القوة 4 هذه القوة اللحظ أنها قوة غير متزنة لماذا؟ لأن طول السهم أربعة لا يساوي طول السهم ثلاث واثنان وواحد وبالتالي هذه قوة غير متزنة غير متزنة والسيارة متحركة إذن الإجابة قوة غير متزنة ما رقم القوة التي تتحرك السيارة باتجاهها؟ تتحرك السيارة باتجاه السهم الأطول السهم الأطول هو رقم أربع إذن قوة رقم أربع ماذا تمثل قوة رقم ثلاث؟ نلاحظ أن هذه القوة رقم ثلاث نلاحظ أنها اتجاهها باتجاه الأرض إلى الأسفل وبالتالي هي قوة الجاذبية الأرضية ننتقل إلى درس السلس كيف يمكننا قياس السرعة والتسارع ما المحدى المستخدمة في قياس السرعة؟ هي متر في الثانية كيلو متر هذه المسافة والمتر للمسافة والكيلو جرام للكتلة لكن هي متر في الثانية ما القوة التي تعمل على تباطئ سرعة الأجسام؟ هي تقلل من حركتها القوة هي الاحتكاك وصف الذي يطلق على المسافة التي تتحركها الأجسام خلال فترة زمنية المسافة تقطعها الأجسام خلال فترة زمنية الجوة الصحية هي السرعة نتوسط للقطار قطع مسافة 300 متر خلال ثلاثة ثواني أولاً لابدنا لنا أن نكتب العلاقة الرياضية وهي السرعة تساوي المسافة مقصومة على الزمن ثم نطبق مكان المسافة ومكان الزمن هذه معطاء قيمة المسافة 300 متر هنا نضعها وثلاثة ثواني نضعها مكان الزمن ونقصاً 300 تقسيم ثلاثة فيكون الناتج مئات متر في الثاني نمثل مخطط سرعة الدراجة هوائية خلال رحلة قصيرة المسافة أدرس المخطط بشكل جيد ثم أجمع الأسئلة التالية كم تساوي السرعة القصوى للدراجة رحلة أحبتي أن المنحنة يبدأ من الصفر متر في الثاني ثم يزداد مع الزمن حتى يصل أقصى شيء هنا 30 متر في الثاني فتكون الإجابة 30 متر في الثاني كم من الزمن استرقت الدراجة لتصل لسرعتها القصوى؟ حتى وصلت هنا 30 متر في الثانية لابد لنا أن ننزل بخط عمودي حتى نرى أو نجد أن الزمن كان 5 الثوان فلن نكتب 5 الثوان بماذا تصف سرعة الدراجة بعد تجاوزها 20 ثاني من الزمن؟ نذهب إلى 20 ثاني هنا 20 ثاني نصعد إلى الأعلى بخط عمودي نراحظ أن المنحنة بعد ذلك أصبح ينزل إلى الأسفل وبالتالي هي عملية تباطئ إذن كانت تقل السرعة بعد 20 ثاني أصبحت السرعة تقل إذن سرعة الدراجة تصبح تتباطئ أو نكتب السرعة هي تباطئ نذهب إلى الوحدة الخامسة أموه وتطور في النباتات الدرس الأول ما أجزاء الزهرة بشكل التالي ما وظيفة العضو المشار إليه بالرمز X نلاحظ أن هذا العضو هو عبارة عن البتلة وظيفة البتلة جد بالملاقحات مثل الحشرات ما مجموعة الأجزاء الذكرية في الزهرة؟ البتلات، السداء، الكربلاء، السبلة الأجزاء الذكرية هي السداء والتي تتكون من المتك والخيط تحدث عملية الإخصاب في الزهرة تحدث عملية الإخصاب حبذي في المبيض انظروا إلى هذا السؤال هذه صورة زهرة مبين عليها بعض الرموز لا بدلنا أن نجعل الأسئلة التالية ما الرمز الذي يشير إلى العضو الأنتوي في الزهرة؟ نذهب إلى العضو الأنتوي هو المبيض والرمز هو A ما اسم الجزء B المشار إليه في الزهرة؟ نذهب إلى الجزء B لاحظ أن الجزء B هذا هو وهو الخيط ما رمز الجزء الذي وظيفته حماية الزهرة قبل تفتعها؟ نلاحظ أن C هي السبلة ورمز الجزء هو C أجزاء الزهرة مشرع إليها بالأسو هذا الجزء هو المتك وهذا الجزء أو هذا الجزء هي السبلة وهذا الجزء هو الميسم والجزء الأخير هو المبيض درس الثاني بالمراحل المختلفة في دورة حياة النباتات الزهرية المقصود بعملية التلقيه المقصود بها انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم أي مما يأتي يعد من خصائص مراحلة الإنبات الإنبات يظهر فيها الجذير والسويق والأوراق الصغيرة ويكون الساق قصير جدا هذه المراحلة التالية من دورة حياة النبات تمثلها الصورة المجاورة نلاحظ أن الصورة المجاورة فيها زهرة نلاحظ أن هناك مجموعة من الناحل يتم عملية التلقيه والتلقيه هو جزء من مرحلة التكاثر إذا الإجابة هي التكاثر نزد مراحلة دورة حياة النبات الزهري بالترتيب الإنبات مراحلة الثانية النمو الثالثة التطور الرابعة التكاثر والخامسة انتشار البذور نترك الحاجات النبات من أجل النمو من هم الحاجات الماء الضوء العناصر الغذائية ننتقل إلى الدرس الثالث كيف تساعد الرياح أو الحيوانات على التلقيه إذا كانت الحياة الآتية يعد من الملاقحات الإجابة هي الفراش يأتي بعد من خصاص الأزهار الملقحة بواسطة الرياح الإجابة هي عديمة البتلات الجدول الموضح لمعرفة طريقة التلقيه في الأزهار المبينة في الشكل رحضا جدول واحد كربل الريشية إذن هنا لا يوجد بتلات وبالتالي الطريقة سوف تكون بالرياح اثنان بتلات كبيرة وهي قادرة على الجدل الملقحات كالحيوانات وبالتالي هي الطريقة بالحيوانات أما ثالثا رائحة قوية والرواحة القوية تجدب بعض الحيوانات وبالتالي سوف تصبح الطريقة الأولى الكربل الريشية أو الصفة الأولى في الرياح والثانية في الحيوانات والثالث عن طريق الحيوانات وبالتالي إجابة سوف تكون ب واحد بالرياح واثنين وثلاث بالحيوانات عدد طريقة التلقيه في الأزهار الموضحة في الصورة الصورة الأولى نلاحظ وجود بتلات مباشرة سوف نحدد طريقة بالحيوانات أما بالنسبة للصورة الثانية فلا يوجد بتلات هي مياس ريشية نلاحظ أنها سوف تكون الطريقة الرياح وانتقن إلى الدرس الرابع ما المدى الذي تصل إليه البذور بواسطة طرق الانتشار أو طرق الانتشار المختلفة وانتقن إلى الدرس الرابع بانتشار البذور حيبة انتشار البذور هو انتقال البذور بعيدا عن الام هذه الطرق تنتشر البذور بالطريقة الميكانيكية والطريقة الميكانيكية معناها أن هناك بذور تنمو في القرون وتتفتح وتسقط من القرون وبالتالي اجاب خروج البذور من القرون الطريقة انتشار كل من البذور التالي هذه البذور داخل القرون وبالتالي هي الطريقة الميكانيكية هذه كبيرة مجوفة أو جوفاء هذه الطريقة الماء تنتقل عن طريق الماء لاحظة أن هذه ذات أجزاء واسعة ومسطحة إذن تنتقل عن طريق الهواء أي الطرق تنتشر فيها البذور إلى بعد مدى هي عن طريق الماء منطقة الدرس الخامس كيف يساعد تركيب البذور على انتشارها الطريقة الصحيحة لانتشار البذور في الصورة نلاحظ أن البذور تمتلك تركيب ريشية وبالتالي هي تنتشر عن طريق الرياح تنتشر البذور التي تمه بداخل القرون تنتشر بالطريقة الميكانيكية الطريقة الصحيحة لانتشار البذور في الصورة نلاحظ أن هناك أشواك في الصورة على البذور والتالي هي الحيوانات سؤال مقارنة طالما بين البذور التي تنتشر بالماء والبذور التي تنتشر بالطريقة الميكانيكية من خلال جدول المقارنة الآتي بذور تنتشر بالماء المدى مسافة بعيدة بالطريقة الميكانيكية أفواً وشكل بذور كبير ومجوفة لكن بذور تنتشر بالطريقة الميكانيكية المدى مسافة قريبة وشكل البذور تنمو داخل قرون ما صفات البذور التي تنتشر عن طريق الهواء أولاً تركيب لها تركيب ريشية وخفيفة واسعة ومسطعة ذات تركيب واسع ومسطعة وفي الختام أحبتي دائماً معاً لتحقيق على الدرجات أتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته